هل السن بيفرق في النجاح ولا لا عشان نجاوب على السؤال ده اول حاجة محتاجين نعرف هو يعني ايه نجاح وده تكلمنا عليه بالتفصيل في فيديو اسمه النجاح في الحياة من منظور جمالتك وهنا بقى عايزين نتكلم بالتفصيل عن عامل من عوامل النجاح اللي هو السن هل السن حيفرق في النجاح ولا لا طبعا بصفة عامة السن عمره ما حيفرق في النجاح واحد عنده عشر سنين واحد عنده عشرين سنة واحد عنده خمسين ستين سبعين ثمانين ستين سنة السن عمره ما حيفرق في النجاح الراجل اللي عمل كينتاكي اللي هو مطعم موجود في العالم كله بدأ بعد سن الستين يعني ده لوحده مثال ان السن مش بيفرق ابدا في النجاح في جمالتك شعرنا هو الاستفادة القصوى من الامكانيات البشرية يعني ايه الاستفادة القصوى يعني لو انت عندك اربعين سنة وبتكسب كويس جدا لكن في واحد عنده عشرين سنة بيكسب زيك بالظبط فاحنا ما استفدناش الاستفادة القصوى من العشرين سنة الزيادة بتوعك انت عندك اربعين سنة يعني ضعف عمره يعني اكيد عندك معلومات او عندك خبرة في حاجة الحاجة دي لو اضفتها لك هتكسب اكتر فاحنا عايزين نشوف بالظبط هو السن بنستفيد بيه ازاي يعني مش مجرد ان انت عايش كويس وتكسب كويس بقى خلاص دي ميش الاستفادة القصوى الاستفادة القصوى انا عايز كل معلومة موجودة عندك وكل خبرة مرت بيها في حياتك تستفيد بيها عشان تكسب اكتر تعالى نقول مثال بسيط لو احنا قلنا ان فيه ولد اتولد في فرنسا هو ولد اتولد في مصر بعد عشرين سنة الولد اللي اتولد في فرنسا طبعا شاطر جدا في الفرنساوي والولد اللي اتولد في مصر شاطر جدا في العربي لو جبنا الولد اللي اتولد في مصر وعدنا نعلمه فرنساوي تفتكر ان باي حال من الاحوال الولد ده هيقدر يتعلم فرنساوي بالضبط زي الولد اللي اتولد في فرنسا استحالة استحالة حيتكلم بنفس النطق واستحالة حيبقى عارف كل حاجة في فرنساوي زي الولد اللي اتولد في فرنسا استحالة مع ان نفس الراجل ده اللي عنده عشرين سنة ده اللي مش عارف يتكلم فرنساوي كويس ده لو رجع به الزمن وتولد في فرنسا حيتكلم فرنساوي عادي كويس يبقى هنا ايه؟ يبقى انا عارف ان السن الصغير بيتعلم احسن من الكبير ودي حقيقة لازم نكون مقتنعين بيها عشان نقدر ننجح انا لو مش عارف الحقيقة مش عارف انجح لو انا مقتنع بحاجة الحاجة دي غلط مش عارف انجح فانا لازم اعرف الحقيقة بالضبط طيب فالحقيقة ان الشخص الصغير بيتعلم احسن بكتير من اي حد كبير طيب لو جبنا بقى واحد كبير دلوقتي واحد صغير واحد مولود في فرنسا عنده خمس سنين تكلم فرنساوي كويس جدا واحد كبير عنده عشرين سنة تولد في مصر وتعلم فرنساوي بيتكلم فرنساوي كويس بس مش زي اللي تولد في فرنسا مش هيبقى زيه و دلوقتي السفارة طلبين مترجم هياخده ولد عنده خمس سنين يترجم هو اصلا عنده خمس سنين ده بيعرف فرنساوي وميعرفش عربي صح كده فهو مايعرفش غير حاجة واحدة عرفش غير فرنساوي مش شاطر قوي فيها فالكبير ده لو احنا استفدنا ان هو اتولد في مصر وبيعرف عربي بيعرف فرنساوي ممكن يشتغل مترجم في سفارة من السفارات مترجم عربي فرنساوي او فرنساوي عربي فانا بستفيد من العشرين سنة اللي هو بيتكلم فيهم عربي مع شوية الفرنساوي اللي عنده عشان يشتغل في وظيفة او يحقق حاجة الصغير اللي اشتر منه في فرنساوي مش هفعملها فالكبير بينجح بطريقة والصغير بينجح بطريقة طب مثلا لو قلنا عايزين نعمل اعلان العربية وعايزين نجيب طفل يتكلم فرنساوي اه الطفل ده هيقدر يعمل الشغلانة دي احسن يبقى كل واحد بينجح بطريقة السن مش مشكلة خالص في النجاح لكن انا لازم اعرف استفيد بسني وخبرتي كل سنة انا عشتها زيادة على الكوكب ده انا شفت فيها حاجة غيري ما شفهاش لازم استفيد بيها عشان انجح لو رجعنا مثلا لمسالة رجل بتاع كينتاكي ناس كلها بتضرب بيه المسل رجل فوق الستين عمل سلسلة محلات في العالم كله الراجل ده لما عمل سلسلة محلات هو كان اول مرة يعمل حاجة اسمها فرانشايز كان فهم بيزنس لسه جديد في البيزنس كانش فهم اي حاجة في البيزنس فلما فهم بعد الستين ان فيه حاجة اسمها فرانشايز وعمل فرانشايز كسب طب معلش هو الستين سنة بقى كان بيعمل فيهم ايه كان بيطبخ الراجل ده تعلم الطبخ وعنده سبع سنين كان شاطر جدا في الطبخ استخدم الطبخ اللي بقاله 53 سنة بيعمله مع شوية بيزنس كسب يبقى انا خبرتي السابقة ما اقدرش ان انا استغنى عنها الكلام ده انا شرحته بالتفصيل في فيديو اسمه البرمجة بعد سن الاربعين عشان لو حد سنه كبير شوية حب ان هو يدخل مجال البرمجة ازاي يستفيد من الخبرات السابقة اللي موجودة عنده عشان يكسب اكتر مش معقول يبقى عندك 40 سنة داخل مجال البرمجة وتكسب او تاخد مرتب زيك زي واحد عنده 20 لازم تستفيد بالمعلومات الزيادة اللي انت اكتسبتها على مدار 30-40 سنة اللي قبل كده وانت داخل المجال الجديد وفي جمالتك بعد ما تخلص دراسة على الموقع وتيجي تمتحن هنا جزء من الامتحان عبارة عن مشروع انت لازم تقدم مشروع تخرج عشان تنجح في جمالتك المشروع ده عشان تقدر تنجح بسهولة لازم تستخدم فيه الخبرة السابقة مع البرمجة اللي انت تعلمتها على الموقع مع بعض بيخليك تقدر تنجح بسرعة جدا في جمالتك